السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أعنى الحكومة السويدي عن تاريخ دفع مساعدة الكهرباء أو دعم الكهرباء للعائلات والشركات بالسويد ورح تكون بتاريخ 20 فبراير 2023 طبعا هاي حزمة الدعم رح تكون للأشخاص أو العائلات في منطقة 3 والمنطقة 4 مناطق كهربائية مقسم بالسويد لأربع مناطق المناطق 3 و4 غالبة مناطق جنوب السويد واللي هني أكثر المتأثرين بارتفاع أسعار الكهرباء خلال الأشهر الماضي طبعا الدعم رح يكون عن الأشهر الأخيرة من عام 2022 وبالتالي قيمة هذا الدعم رح تتمد على كمية الاستهلاك اللي تمت خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 30 سبتمبر 2022 طيب شو المطلوب حتى الشخص يحصل على هذا الدعم في حال كان هو بيستحق هذا الدعم أنه لازم يكون على الأقل الاتفاق أو عقد الكهرباء من تاريخ 17 نوفمبر 2022 أما قيمة التعويب ما ذكرت حسب كمية الاستهلاك الشيء الثاني أو الأهم اللي لازم الشخص يعمل له أنه هو لازم يبلغ عن حسابه المصرفة بسويد بنك بحد أقصى بتاريخ 13 فبراير 2023 حتى يعني تنزل الأموال أو تنزل المساعدة بالحساب المصرفة الخاص فيه يعني إذا أنت من بنك تاني غير بنك السويد بنك فبإمكانك تدخل على السويد بنك وتحط معلومات حسابك المصرفة طبعا أنا عامل فيديو رح ترككم يا بالتعليقات عن هذا الموضوع في حال شخص مبدو أو ما عمل هذا الإبلاغ عن حساب المصرفة فالتعويضات رح تنزل على الحساب المبلغ عنه بمصلحة التأمينات الاجتماعية يعني أنت الحساب اللي عادة بينزلك مثلا البام بدراغ أو مساعدة السكن أو غيرها من المساعدات عن طريق التأمينات الاجتماعية فنفس الحساب بتنزل عليه مساعدة الكهرباء بالنسبة للمتقاعدين ما في دا أنه نعملوا شيء المساعدة بتنزل أوتوماتيكيا بحساباتهم المصرفية وبحسب التأمينات الاجتماعية فبتاريخ 20 فبراير رح يبدأ الدفع لكن ممكن يتأخر عدة أيام في بعض الحالات فبالتالي شيء عادي إذا تأخر دفع يومين أو ثلاثة وبنفس الوقت بتحزن مصحة تأمينات الاجتماعية من بعض المحتالين أو المحاولات النصب والاحتيال على المستخدمين خلال الاتصال فيهم وطلب تسجيل بدخول البنك أدي وهذه الأمور يفضل أنه ما تجاوبوا على هاي الاتصالات أو ما تتجاهلوها تماما وإذا سنكون وصلنا إلى ختام هذا الفيديو نشارك مستفى من المعلومات شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمتابعة